ما هتعد اللقطة دي هيجي بسك هيجي بعد شوية ويغلط وماله ما هو دولت لما يغلط لما أنا أعيش لو أنا عمري شهر لو أنا عمري في الحياة شهر وواحد غلط معايا في ساعة ومشيته لأمور وعشت أسبوع وبعد أسبوع غلط غلط عدتها له برضو وعشت معا أسبوع يبقى من خلال الشهر غلط ثلاث مرات فأنا تعبت يعني ثلاث ثلاث أيام وعشت السبع وعشرين يوم لكن لو واحد غلط وقلت لا والله ما أنا سايبه وفضلت كل يوم في الشهر التسعة وعشرين يوم البقين أنا أسود عليه وهو يسود علي أنا خسرته هو خسر لذلك دايما حتى يجي ربنا يقول لك الحكاية ووده مش عارف إيه ويجي فأقول لك فاعفو واصفحو العفو والصفح مش إنك أنت بتتنازل عن للأخ بالعكس ده العفو والصفح أنت بتداول غل نار اللي حتشب جواك يعني العفو والصفح هو مكسبك أنت قبل ما يكون مكسبه هو فدايما البني آدم يحاول إنه يتنازل وياخدوا الأمور ببساطة ولازم تعرف إن الآخرين اللي هم يعني الناس بطبيعتها لها إجراءات كده قد أنت مش عاجباك بس هو ده إجراءه خليه يعيشوا بقى لأنه ده حياته الشخصية هو عنده مثلا 20 سنة أو 30 سنة من العمر هو حب يشكلهم كده خليه يعيشهم بطريقته مش لازم تقوله انت غلط لأن إحنا عندنا مجتمعات فيها كلمتين وحشين جدا أنا بحبهمش المفروض والأصول ما فيش شيء اسمه مفروض والأصول لأن كل بني آدم هو اللي بيعمل المفارد بتاعته كل إنسان ليه اختياراته كل يجي واحد مثلا حتى في الكلام يقولك بس ده قال كلمة ما عجبتنيش ده المفروض يقول كذا من حيث عقلك انت لكن هو قاله المفروض من حيث عقله اتقبل عقله يا أخي يعني اتقبل الجزء ده فهو عاوز يقولك أن ده والحكاية المشكلة دي في التسامح والرضى اللي هو لا إله إلا الله والفؤاد ده في قلبك أنت أنك أنت لازم تصف في قلبك من ناحيته بحيث أن الأمور تمشي وانت أولى بالأيام الكويسة يعني أي أنسة هي أولى بالأيام الحلوة السلام عليكم عليش أن أسف السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم فضالي لو سمحت أنا في حلم بيقرر معايا وبيدياني قوين ليه بسك بينفعول على هو قولي هو حلم الجميع ده بيقرر معايا بصوره مستمر في محارم ومش عارفه والحكايات دي أيوة عندك مشاكل بين الأسرة مشاكل جمدة جدا ما هو ده بقى يعني يعني هقولك على حاجة الجميع حالة يعني اندماجية أو تصدمية في الواقع يعني لإما اغتصاب مثلا لإما حالة طبيعية بين زوجين فلما تيجي في المحارم والدوش اغتصابات مش اغتصابات بقى حقيقية اغتصابات عقلية يعني مشاكل دودوا دودوا الحكاية وقلنا وقالوا ويفضل الانتقادات وتحديث الطوب فأنت تاري شوفي في المنام المراحل دي تخلص إمتى لما تخلص المشاكل طبقا أنا المشاكل ما بتخلص إلا تخلص جواك يعني اللي عنده مشاكل على أقل من جواه يخلص يعني أنت تصفي من جواك للآخرين تبتعد على القيل والقال المشاكل أنا كل المشاكل اللي أنا فيها سببها جوزين يعني مسبب لي مشاكل كتير جدا وتعب نفسيتي ويعني حاولت معي والجماعة الطرق إن أنا رضي أو أعرف وفيها ما فيش أي حد بيلعب له في دماغه ويبدل يتكلم علي ويقول عليك ألا محش في حقي وأنا فيش كده خالص يعني حاول على قد ما تقدر يتفوت الكلاه يعني تبارية ست يعني يعني تبارية حالة موجودة وخلاص وعديها يعني طب أنا بحلم برضك إن علاطين ماشية حافية وماشية عريانة وهون حافية دي برضه هو الزوج الستر يعني يعني الوحدة مثلا لما تحلم إنها لابسة بلطة وجامد وجازمة كويسة ده معناها إنها محمية سعياء يدع جوزها عشان تبع عارفة هو اللي بيشيلها في حياتها وهو اللي بيحميها بيدفيها بيحصنها فعشان كده في مشاكل تشوف الحفاء وتشوفي ماشية عريانة وتقولي هو أنا إزاي طلعت برا كده في الشارع أو واحدة محجبة ما تلاقيش الحجاب الحقيقات دي برضه في فكرة الزوج طيب السلام عليكم أستاذ سامر سامر برضه أه تفضلي معليش أنا في حلم ما قلتوش لحضراتك أعم بيقول لي بيقول لي في الإخراج هاي ربنا يا خليك أنا حلمت إن أنا كنت قاعدة ببيتي عادي وبعاكية سمعت صوت حاجات عاملة تقبط زي شنبك أو باب ورسوط هوا جامل فنزلت وخدت المفتاح من الضرب ونزلت طوعت من الشقة بتاعتي ونزلت فتحت باب شقة ثانية لقيت شقة مهبورة وضلمة جدا وبقيت خايفة جدا إن أنا أخش فيها بس دخلت لحد أما وصلت للحاجة اللي عمالت خطط لقيت باب مفتوف هو اللي عمال يدخل هو عمال يتهبد ويتقبط جامل أوي رحت أنا شديته قفلته وطلعت تاني من الشقة من الباب اللي أنا دخلت منه وقفلت بالمفتاح وبعدين طلعت على بيتي فوق وأنا كنت خايفة جدا بس الحمد لله طلعت رجعت على بيتي فوق وقفلت الشباك تاني آه قفلت الشباك وقفلت الباب بالمفتاح وطلعت على بيتي فوق وبعد كده رحت للراجل اللي هو زي قريبي ده اللي كان عن طريقه الموضوع الارتباط فقلت له قلت له حصل معي كذا 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 فراح قال لي هو جوزك آآ ما قال لي كيش إن عنده كمان شقة تانية غير دي قلت له لا ما قال لي قال لي لأ ده عنده شقة تانية كبيرة قوي وقفلت له وإزاي ما قال لي كيش قلت له لأ أنا معرفش وما حكي ليش حاجة قال لي لأ ده هو عنده وخذ العنوان بتاعه أهو وروح له على هناك وخذ حقك منه إنه هو خب عليك حقي كذا أنا خدت الورقة وفرقت من عنده طبعا ما روحتش ما عملتش حاجة والحلم خلص على كذا هو أنت بتقولي يا عرف واحدة تانية راجع للأولانية مش كده آآ آآ هو أنا يعني أنا نفسي كنت يعني إن هتكون يعني الطيبة والأمور تمشي وكده بس برضو زي ما أنت شايف ديك قفلت الشباك اللي اتفتح اللي هو أصلا الريح والمشاكل والمخاوف اللي أنت إنت بيتك دلوقت من ناحيته ورجعت بيتك تاني يعني رجعت لبيتك يعني ما روحتش بيت تاني يعني ممكن يكون الرؤية يجيب إن قفلت الشباك وروحت رأيها بيت جديد فده معناه إن قفلت الشباك ومشي الأمور هو ربما هو يعني سبب مخاوفي كده وبقفله أفضل يعني بس أنا كنت أتمنى إن الأمور تصلح لعل الرؤية اللي قبل كده بتقول إنه هيتفتح باب تاني جديد هيكون أفضل إن شاء الله من ده بس أنا عاوزك تصفي عقلك من فكرة إن الشخص لو بيخطب واحدة يعني واحد خطب واحدة أنت معايا؟ طيب أنا يعني أنا خلينا يعني أديك نصيحة ولكل واحدة مخطوبة أو واحد لازم تفهم إن حالة مرحلة الخطوبة دي مش جواز لأن مرحلة الخطوبة هي مرحلة دراسة بعض حيشوفه حيندمجه مع بعض ولا لا فلو هو جي في النص ورح له واحدة تانية أو كده إنت تبقى مبسوط وتقول له أنا سعيد إنك إنت لقيت الشق الآخر وأنا مبسوط إنك إنت يعني لقيت الوجب بتاعك وأتمنى إن أنا كمان بالمرة إن أنا لقي يعني إيه النصف الآخر وتاخد الأمور ببساطة دي مش خيانة لأن للأسف الشديد حتى تشوفه على الإنترنت والفيسبوك وغيره تقول تقول لك ده سابني وطلع خاين ده طلع كذاب ده مش صحيح يعني مش عاوزين إن إحنا نفسخ العلاقات بيننا وبين الآخر لا يقولوا القلبي اختار حد تاني حالة طبيعية دي حالة طبيعية قد يكون أنت برضو الشباب نفس الطريقة بعد شوية سيب واحد يقول لك الساكية كانت بتماشية مع واحد بقى وطلحها بقى شمال وبعد كده راحت اتخطبته وتجوزت لا ما تقولش كده هي حالة الخطوبة تجربة هي لقت هواها بقى في شخص تاني لقت نفسها مع شخص تاني وتجوزته وهي ماهيش خينة هي مش خينة في ده حالة طبيعية وده افضل منكم انتم تتجوزوا ويبقى هو نيته غير وانت اوته وبقى هي نيتها معاك غير فيريد نعطي مساحة في حفراء مراحل الخطوبة كده ان احنا نسق في بعض حتى لو ما كانش بيننا مصالح هي المشكلة كده ان كل واحد مالوش مصلحة معينة فيفسد الدنيا ويبهدل الدنيا علشان دامش انا ما خدتش مصلحتي لا لازم يعني تترك مرحلة اخرى للاخري السلام عليكم ده امو محمد دي ها طيب ما ده ما علش يا امو محمد فعلا انا احنا طورنا علينا انسى السلام عليكم عليكم السلام واستاذة مونة ايوة اهل بيك لو سمحت انا جوزي حلم ان سلفتي عندنا في البيت وانا دخل اطبخ وكانت شو عارفه كالكوعة في النص سلفتك اللي هي ايه مرات اخو اه مرات او اخو يعني هو حلم ان مرات اخو فالكتش دعوة انت بالموضوع اه او شافت الكوعة اللي في شعري فعايزة تسلكلي شعري فهو خاف منها انها تعمل لي عمل او حاجة زي كده فقال لها سبيها انا هسلكه لها فحاول هو يفك ففك حاجة بسيطة منه كان بيفك بقى انتو بتشكوا فيها شوية او انها حاس داكي وكده ايوة بالزبط انت ظلمها استغفرة ربنا عشان هو جاية تفك الكوعة هو جاب لك الكوعة عندك انت في مخك يعني في راسك فهو جاب ان هي ملهاش دعوة بالموضوع حتى لو في الواقع يعني هي مش مزبوطة معك بس ده نفسيا بس يعني اوقات كتير احنا بنشوف واحد اول ما نشوفنا كده بص لنا من فوق لتحت او تمام هو طبعه كده خلاص فهو جاب لك الكوعة في دماغك انت يعني عارفة بقى لو هي جات في ضرابتك فطلعت للك الكوعة تبقى هي السابة يبقى انت واخد بال بالعكس ده هي بتحاول تفك وجوزك كمان خاف يعني دليل ان انت عقلك نفسه لانه هو جوزك مديرك يعني عقلك وكده وربما يكون هو كمان في الواقع نفسي افكارك فهو هنا جاي بالنقطة دي ان هي ملهاش دعوة بالموضوع ده الكل كيه عندكم او ممكن في حلم تاني ممكن طيب انا حلمت ان صاحبتي اسمها هبة وجوزها اسمه امجد واخوه الاتنين زرعين كيه في الحلم هم كويسين بعادي عم عندهم اولاد قال حاجة لا لسه عندهم مولة دين وولادي الاتنين برضه عملوهم برضه زرع كيه Jared وولادك انت كمان هو ده اخوك لا 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 اخوك امراتو لا لا بصاحبتي وجوزها صاحبتك وجوزها وولادك كمانه عملو زرع كيه او والولد الصغير عندي هو صغير قوي هو 17 سنة يعني يعني طنع بقى في الحلم مركزة معاه ولقيته يعني زي بيعاية ان هياخد حقنا في الكل عشان تثبت او الزرع دا ينجح او حاجة زي كده يعاية حط وشه كده ع طربيزة مدورة وانا بصاله طبعا مش فقعة ليه أصحابك بينك وبينهم شغلة لحاجة ولا ما فيش؟ لا 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 خالص ما فيش اي معاملات بك؟ لا لا أصدقاء بس؟ أيوة انت اللي شفت الرؤية يعني؟ هو عمتا الكلة بتصف الدم وكده هو اللي يبقى الرؤية مش علينا حاولتها أقسك لو عليه هو معناها يعمل زراعة جنين عنده أولاد يبقى مش ماشية معاه لأن الرؤية بتجي بخمسين شكل فأصدقائكم اللي حوالين منك يعني والكلة هي التصفية يعني وأبنائكم برضو أفكارك وطموحك وأمالك وزنونك في نفس الوقت لأن أكتر ظن المرأة على جوزها وأبنها وأولادها فكون هنا هو عاوز يقولك فيه تصفية أنت محتاجة تصفي نيتك برضو أكتر على الأصدقاء اللي حوالين منك والسلايف والأهل وكده يعني هما الاتنين لأن الكلة في شغلها بتصفي يعني بتصفي يعني بتصفي الأشياء الماء اللي هو المش سليم فلذلك هي بتشير للصفة يعني بتصفي المشاكل بينك وبين الآخرين شكرا لك يا ست الكل أم محمد سلام عليكم أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك الله يبرك في عمرك يا رب أهلا بيك أهلا بيك سمحته ممكن رقم حضرتك ممكن إيه الرقم الرقم ما أنت على الرقم هو بتتكلم قولي يا لتوكل على الله مصلا في حاجات يعني عايز بقوله حضرتك إليه أكتر من الرقم قولي ما إحنا على هوه بس لو بس أنا في مرحة اللي مش نمع طايرة في السماء وطايرة فوق عماير والعماير دي فوق منها تباق ديش ماشي؟ تمام بس اللي تباق دي صغيرة وأنا طايرة بقول هو البيوت دي كلها بيوت يقاها في الجنة بس إيه تباق ديش اللي فوق منها دي الاتصال دي تباق الاتصال بينها وبين السماء كملي كملي بس أنا من كتل منها بمشي بطير في السماء تعايد التفال قلت إن أنا كل مرة بقول خلاص وصلت فبلاقي نفسي لسه أكتر لسه فيه تاني أنت تحكيلي عن نفسك شوية وصفيلي نفسي مش شاكلك يعني دواخلك أنا فاهمة لا لا مش شاك دواخلك دواخلك يعني أنت طب أنا هقول لحضرتك على حاجة أنا كنت طلب من حضرتك الرقم لأنك في الرؤية دي متعلقة بأكتر من الرؤية كتير قوي أنا نفسي أرهم إيه اللي أنا بشوفه؟ أنت طموحك إيه الفترة الجاية؟ أنا كل من عظاه أنا يعني ربنا إن شاء الله يعني يعديني ويعدي عيالي وجوزي وحياتي مدني على خير ده بالنسبة للأخر أما بالنسبة للدنيا في حاجات كتير قوي شوف أنا أقولك على حاجة هو حلم الطيران ده عشان تبعي عارفة بييجي للناس الطموحين قوي يعني واللي أفكارهم شغالة ليه؟ النهار في المستقبل يعني أنت شخصية دينمو في المستقبل مزي حالاتي كده مشيها على الله لا أنت دينمو في التفكير دي أول حاجة كون اللي هو الدش داب اللي هو بستقبل مستقبل زي قلب البني آدم هو ده جاز الإرسال يعني اللي أنت بتستغربيله وهو عاوز يقولك أن ما تطمحي إليه أو بتفكري فيه زيادة السبحي لكتير الطيران في الأفكار ده يعني هو يكفي بالاتصال يعني أنك أنت يكون بينك باتصال بينك وبين ربنا وأنك تهد الأمور شو عشان تنزلي لأن أنت في الرؤية بتبقي عايزة تنزلي كأن الأفكار بتضغ عليك شوية فهماني؟ يعني كأن أفكارك هو عاوز يقولك كأن أفكارك زايدة بالزيادة شوية الطموح مش إن إحنا نكتر الأفكار ده من أجبر الأشياء ده هو حاجة وحدة هو أنا حلمي حاجة وحدة يعني بس بلاقي متاعب عشان بحققه يعني ده أحلى حاجة ده متعة الحياة إن الواحد يلاقي متاعب عشان حققه ده 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 المسارعات والمتحانات اللي بتيجي صعبة جداً لو عدت عاري يكون قول حطيني الامتحانات صعبة ما لازم يجي صعب هو ده متعة الشيء لازم تحس بمتعة في صعوبة الحياة لأنه هو ده اللي حيثبت جدارتك يعني يعني إن بعض الناس يعني اللي بيسمعهم في وزير رمضان وحاجات علي بابا والحكايات دي إنه يفتح يسمسل وفتح يعني إنك تلاقي كنزي كده على الجاهز من غير إنك إنت ما تكتهد ومن غير كذا ومن غير بالعكس كل ما تكتهد واتحقق بكتهدك ده نجاح ولو صغير هو أفضل من الكبير لأنه هو الزاد بتحس إنه هو هي وصلته هي جديرة بيه فالإنسان بلاش يفتح الحكاية جمد قوي كده يعني ده مش معنى إنه ما يكونش عندك أمل الأمل إنك يكون عندك فكرة صغيرة للنتاج درجة واحدة بس وتتحرك لفعلها لما توصل لها تتحرك مرة تانية ده حتى كده الأنبياء ده الأنبياء كانت تنزع لهم آية آية كل كم شهر يعني الأنبياء مش زي ما احنا متصورين كده لا وكان ما كانش بيعرف يعني سيدنا إبراهيب لما جاله قال له إنه عرف المنامي ما كانش يعرف إنه هو قصة الزبح وإنه هو هيحصل كده وإنه بعد كده هيحصل عيد ولما جاله ابن سيدنا إسماعيل وفرع فيه ما كانش يعرف إنه هو هيفرقه فالحياة بطبيعتها واحدة واحدة بتيجي حتى الأنبياء كده محدش بيقدر يسيطر على المستقبل وده من المصلحة الكبيرة تصور لو جه ملاك دلوقتي وقالك إنت بكرة هيحصل لك كذا وبعده كذا وبعده كذا وبعده كذا لغاية ما تموت أخبارك بكل شيء تصور الحياة وطعمها وحش قوي حتى لو النهاية سعيدة بس الحياة ما بقاش فيها الجذب والشد يعني عاوز أقولك إن البلاءات اللي موجودة في الحياة والدنيا اللي دياءة والظروف والمشاكل هو ده سر سعادة البشر وكمان هو ده الميزان اللي نقدر نبين فيه الناجح من اللي هو مش هنقول الفشل اللي عنده إخفاقات القوي من الضعيف الزكي مش هنقول من الغابة من قليل الزكاء فدي حالة طبيعية حاول إنك تؤمن بمتاعب الحياة لأن هي فطرتها كده وأصولها كده ده حتى البحر نفسه البحر يعني البحر سلطان كبير لو شفته بسيطرش تلاقي فيه موج شد وجذبه وفيه قوة أخرى بتسيطر عليه وما تلاقيش ماء ومستقر في كل الأماكن فدي حالة طبيعية ودي متع الحياة ولو أنت آمنت إن المتاعب هي جزء جيد اختبار ليك واعتبره زي أنت البناء أدمين اللي عاديين في البيوت والأطفال الزغيرة والشباب كده لما يبقى عزقان ويروح يلعب لعبة طب اللعبة دي عبار عن إيه؟ إنه هو بيعمله عالم افتراضي صعب وعالم حرب افتراضي فيقعد يحارب طول النهار طبعا أنت ربنا كرمك ودنا في وضع الساعة طب ليه بتعمل عالم افتراضي؟ ده أكبر دليل إن بعض المتاعب اللي عندنا هي حالة من السعادة وحالة من الوجود وإلا الإنسان حيموت من أو حياته حتى تبقى بايخة من قلة هذه الأمور آه سلام عليكم طيب معلش ناخد اتصال السلام عليكم معلش روحة بيسرع في الكلام أفضل أمي حلمت إن بيتنا إن هي قاعدة في البيت والبيت تاني معك كده؟ كان مواجد يطلع دخان كتير قولي تاني قولي تاني معلش أمي حلمت إن هي قاعدة في البيت والبيت مولع من فوق شافت فيه حريقة يعني من فوق كده وفي دخان طلع منه كتير حريقة في البيت نفسه؟ آه يعني شوية برضو نزاعات يعني شوية مشاكل الدخان مش حاجة كبيرة يعني يعني حاجات بسيطة شوية إزعاجات وكده تحصل في البيت يعني معلوق الصغير بس ناخد صباح سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الزكاة أستاذتنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي معك عليكم السلام أنا عاشفت رؤية إيه؟ من زمان الفترة طويلة كده تمام وكنت أنا وجوزي وغلادي راحين في مكان يعني زي الفل فبعدين أنا استغربت إن إحنا في المكان ده يعني ليه؟ مفيش أي صلة بينه وبينه فبعد كده رحنا إحنا اشترينا في الحقيقة بقى حيثت أرض في المكان ده تمام وبين أنا بقيت عليها وعدنا فيه وتوطي التلفزيون وأنا سامعك خلي بالك أنا سامعك بس وطي التلفزيون وطي يا بكر آه وطي يا بكر نعم وبعدين بقى وأنا في الحلم ده بقى آآ حلمت إن أنا إيه؟ دخلت إيه؟ آآ مسجد وقلت إيه بقى آآ دعايا كده يعني إيه؟ آآ أنا بقراره على طول ما ديني مغلنا فجيت فبعد كده آآ رحنا بينينا في الأرض دي نبيت وتكننا فيه وكده آآ أنا وجوزي وليه؟ تمام دي حاجة ثاني حاجة أنا على طول بحلم آآ إن أنا مثلا في البحر في الميا آآ وباحلم على طول إن أنا الزمية عند والدي وكده وانا كده إنت في البحر إنت بتشتغلي ولا بتذكري ولا حالي؟ أحلام أصلا استني بس آآ أي أحلام اللي هي الواقع إيه؟ بتشتغلي ولا بتذكري؟ بتشغل معيز أعرف إيه بقى صدقة الميا والبحر وكده؟ إسمعيني طيب آآ على طول بقى في ميا كتير إسمعيني طيب إسمعيني إنت بتشتغلي ولا بتذكري ولا مسكى إرادات البيت أو كده ولا؟ أنا فت بيت ومسكى ردد بيتي بقى صدقة؟ آآ بص أنا أقولك هو حكاية إن في البحر ده شيء كويس لأن العي مشغال يعني إن كنت في يعني في حالة يعني مسكى الأمور متطورة مع البيت والحكاية وتفكري في اللي جاي والحكاية والمستقبل والبيت وكده ده شيء كويس يعني مدام في البحر كل مرة تحلامي جوا البحر وحية ده شيء كويس لأن البحر هو الحياة فاهماني؟ يعني أنت دلوقتي في معترك الحياة ده حالة طبيعية ده شيء كويس وده بيبين شخصيتي كويسة وبالدبار كويس لأن اللي في البحر بيعوم يعني فتدبيره يكون قوة ما غرقش ما جاش في المنام إن كنت غرقتي ومتتي تمام؟ نعم فالعوم في البحر ده شيء كويس وتحصيل أرزاء وخطوات في المستقبل كويسة وأما الرؤية الأولانية أنت فسارتيها يعني أنت رحت المكان ده في المنام وفي الفعلة رحته وبعد كده لقيت مسجد اللي هو بيت ربنا يشيري البيت ما هو كله بيوتنا حتى بيوت ربنا يشيري أنت هتعمله بيت في المكان ده كنت أنت قلت الدعاء إن إن شاء الله يكون المكان ده مبارك يعني يكون فيه الخير لأنه هو جاب لك المسجد فيه وجاب لك الدعاء فيه ده معناه أن يكون عتبة خير عليكم في المستقبل وعلى أولادك إن شاء الله أستاذة نورة سلام عليكم أطعت نورة طيب يعني نرجع بقى لفكرة يعني فكرة حديث النفس إيه ياك لما حد يقولك ده حديث نفس أو أنت تقول نفسك حديث نفس أنك أنت تستصغر كلمة حديث نفس لأن حديث النفس ده مهم جدا وهو مرآة حقيقية للإنسان يعني هي مريته الواقعية وهو كمان العقل الباطن بيتدخل في المنام عشان يعدل العقل الظاهر يعني دايما يعني مثلا كام يوم حد من حبيبن مثلا هو رجل شاب وشاف أن يعني أولاده وشاب بعض أولاده بيشتكيلوا يقولوا يعني أن فلان ده خدوة أنا ما خدتش والحكاية دي الراجل ده هو كان ليه مراس ويعني هو كان فيه بعض يعني يتقسم المراس بس فيه بعض الحزيات وكده هو في المنام شاف ابنه يعني هو شخط في ابنه وقال له يعني خلاص مش مشكلة يعني هو التاني بيقول له انت ديتني قال له مش مشكلة يعني مش أخوك فهو شخط في ابنه في الواقع وهو بيقول لك يعني ابني ملوش مراسة ولا غير فلما تيجي هو ده ابنه هو نفسه يعني هو ده أمله وطموحه اللي بيشتكي أصلا أمال يفكر دعملولي وسوولي وأنا ما خدتش مظبوطه الحكاية دي فهو العقل البطن جاي يرد عليه نفس الرد بيقول له هو نفسه رده نفسه بيقول له يعني خلاص يعني شوف مستقبلك بقى متعودش الأهل وتخبط الدنيا مش عارفية عشان تش حتة يمين ولا حتة شمال ربنا يعوضك في حاجة تاني لأنه أوقات كتيرة يعني بنيجي على حاجة تاني في أولا ولا زيادة ونعمل عليها حكاية لا ده أكبر خطأ وده مش حيودينا إلا في ظلمات المشاكل والمتاعب والحكاية دي فأصبح هنا حديث النفس اللي احنا بنقول ده رؤية ولا ده عقل بطن أنا بدي أولا بعد يقول لي ده عقل بطن يعني ما أسيبني منه ده بده عقلك هتسيبك من عقلك البطن عقلك البطن يعني الضمير في حد ذاته في العقل البطن يعني الضمير في حد ذاته هو جوه العقل البطن فتقول لي ده طب ده رؤية عقل حديث نفسي مشيه كده بل مجرد يقول لك السكير رسول قال إن الرؤى لها أجزاء حلم من النفس طب هو قال حلم من نفسي يعني وحش وقال حلم من الشيطان وقال لي يا رؤية صديقة رؤية الصديقة دي بمعنى أنه مش بمعنى أن حديث النفس مصادق ده أكبر صادق ومش معنى برضو حديث الشيطان مش صادق ده فيه مصدقية زي ما قال صادق أول كذا طب هو عادي يقول لي طب هو حلم الشيطان لما يجي يفجعني كده أعمل إيه نقول له لا ده شيء مهم ده لما تكون واحد ساعات كده واغداه الدنيا ويقعد كل شوية يشوف الشيطان يرجع يتقدم أو يقول مثلا ده أنا ممسوسة المسحور فيصلي ويذكر ربنا ويشغل القرآن فيسمع فيبقى كأنه برضو ربنا سبحانه وتعالى حتى الأمواج الصعبة حتى اللي مش عارفها مفيدة في الحياة حتى حلم الشيطان في حد ذاته أيضا مفيد بيصح صح بيفهمك أنت فيه بيخليك تقوم خايف بيخليك تراجع نفسك كمان فيه جماعة تنين يقولك ده طبيعيا مفيش أساسا لا إله ولا ملائكة ولا شياطين بعض الناس يؤمنوا بكده يقولك مفيش غير البني آدم ولما يشوف برضو كوابس زي كده وأرواح شرير يجو يقولك ده فيه أرواح شرير وانا عصرت حد في أوروبا كده فقال لي يعني فيه أرواح شرير قلت له انت مش متقول ان مفيش كنا قبل كده بنتكلم قلت له انت مش متقول مفيش حاجة في الغيب انت ورتني إله مفيش إله هو فيبقى مفيش ملائكة يبقى مفيش شياطين فين بقى الأرواح الشرير ده قعد يضحك فساعات بتيجي الرؤية برضو عشان تقول الشخص التاني لا حاسب فيه والدليل ان انت اللي شفت مشانا اللي قلت بانا لما وعد اقول له واحد لا فيه شياطين لا فيه ملائكة ممكن يقول لي لا لكن انت لما تحس وتشوف فإذا يعني تجد سبحان الله كل حاجة مرسومة في الرؤية هي مفيدة ومش في الرؤية بس تجد لما تيجي يعني تنظر في صنع الخالق تجد كل حاجة مرسومة مهما انت شايفها شر هي فيها خير ومهما انت شايفها خير هي برضو او شايف الخير ده بيطلع منه شر برضو بيرجع للخير كل شر يصب فيه مصلحة الخير كل شر نعم فهو حاضر حاضر بإذن الله معلش فكل رؤية يعني اي رؤية انت بتشوفها لازم تحطها في محمل الاهتمام الرؤية حديث النفس بتزده ده اللي انا عاوز اأكد عليه النهاردة بعد كده انا بتكلم في الجزئين التانين رؤية حديث النفس ده شيء مهم جدا جدا وصدقه وده جزء من عقلك الباطن الواعي الصحيح اللي ما بيقدرش يتدخل في الواقع فبيبدأ يتدخل في المنام لازم تحترم لازم تحترم يعني لازم تحترم عقلك ما تقوعة تفكر ما تنفصلش عنه قوعة تفكر عقلك البطل ده حاجة وحشة ولا ده جاهل ده اعقل من الحاضر يعني الرؤية لو تعرفها في حقيقتها الصحيحة هي قد تكون هي الواقع واللي احنا فيه ده هو الغفلة مش عاوزة تقول عليكم عشان وقت البرنامج انتهى شكرا لكم اتمنى كنا افتتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة